نهاردة هنتكلم عن برج من الابراج المفضلة جدا جدا ولا انا بحبها قوي هو برج الحوت وهنتكلم عن ازاي اقدر اجذب مولود برج الحوت سواء كان رجل او امرأة علشان يحبني لو انا معجبات حد او انا اتريستد ابوت حد من برج الحوت وعايز اشده وعايز اجذبه ازاي اقدر اجذبه بطريقة تلقائية وايه السفوط اللي هو بيحبها في باتات او في بارس احلامه اه خلوكو معانا لحد اللي في الاخر الفيديو عشان تعرفوكو للاصرار انتو او امر تفرج على بليس ما تنسوش تشتركو في القناة وتقولولي الكلام ده مظبوط معاكو ولا لا فالفيديو نهاردة لكل حد او مهتم برج الحوت رجل كان او امرأة قوت من الابراج السهل التعامل معاها انا بس بدأيني منهم نقطة بسيطة جدا جدا ان هما حساسين شوية. ان هما من الابراج الاكتر حساسية. هما من الناس الحساسة شوية. دي بس الحاية اللي بتديني او بتعاصل معاها مع برج الحوت. غير كده انا بحبهم جدا بحرف تعمل معاها كويس قوي. انا ازراء وهم حوت. فعلشان كده انا اقولكو كل بقى الاسرار انتو لازم تركزوا فيها كويس جدا جدا لما تتعامله مع برج الحوت. رقم واحد برج الحوت برج زكي قوي. بالرغم ان هو غامض شوية. يعني احنا تحس انت مش فهموا ليه. اه تلاقي الحوت ده مكسوب كده وكشي شوى خايف. ويساكت. بيسمع اكتر. هو بيحالل كواس جدا جدا. برج الحوت من الابراج التي تعشق التحليل. يعني هو قاعد ساكت كده. قاعد سهن كده مع نفسه. بس قاعد فاهمه ولقت كل حاجة بتحصل. ومركز في تفاصيل. تفاصيل. تفاصيل التفاصيل. وكيف هو بيركز جدا جدا بياخب باله من كل حاجة بتحصل حواليه. بياخب باله من كل بياخد تفاصيل التفاصيل التفاصيل يعني دي مش تركة ما بينه وما بين برج العزراء اللي هو برجي يا جماعة فكرة مامتي برج الحوت عشان في حد بيقول ليه بتحبي برج الحوت فمامتي يعني طبعا برج الحوت وانا بماتش مع برج الحوت عشان كده بحبه يعني طيب تاني حاجة برج الحوت من الابرار اه فبقولوك بقى يعني تلاقوه بيكسب قوي حسنوه جريء بقى هو اصلا اكتف يعني هو برج هايبر كده عندهم رهيب كده تحسنوه بيحبوا المغامرات بيحبوا اي حاجة فيها تحدي بيحبوا حاجات صعبة بيحبوا الحاجات ما عندهم مش حاجة اسمها مستحيل يعني برج الحوت ده كلمة مستحيل مش موجودة في القاموس فبالتالي هو لو خط حاجة في دماغه خلاص هعملها يعني هعملها وصبور قوي يعني هو لو خط حاجة في دماغه وما بيسبهاش اللي هو ما يخلصها ويجيب اخرها بيهتم شغله جدا ودقوب في عمله جدا جدا هو شخص ناجح يعني الحوت من الشخصيات الناجحة اللي بيعرفوا يوصلوا اللي هم عايزينه في شغلهم هم شخصيات اجتماعية يعني هم دايما تحسنو هم ناس محبوبة علشان هم طيبين علشان هم طلقائيين علشان هم مش خبثة يعني هم مش مش لقنين كده العكس الحوت طيب جدا جدا وبياخد ويد دي كده مش مش بورج قتم ولا بورج وده مفيد فبقولك هو هيجان لك لسبب انه هم تحسن هو مكسور وها دي مساكت ومش عايز يتكلم وقاعد ساكت وبيسمع وحيانا تحسن هو هايبر اكتور وبيبارتسبيت وام لو هو حب القعداء وحب المكان اللي هو فيه ساعات هيبدأ بياخد ويد دي ويجيب معاك في الكلام طيب بورجي الحوت عشان تكذبه لازم تهتمت جسمك بورجي الحوت من الابراج اللي بيحب موضوع البريز تهتمه بجسمهم وبيحبوا الناس اللي مع entsprechend تهتم بجسمها يعني هما بيحبوا الفاتنس تاني يا عمر بيحبوا الفتنس بيحبوا رشاقة بيحبوا الفاتمس بيحبوا رشاقة عمر بيولوك هو بورج الدلو حسنا يا عمر بان كان تتهت القوة نحن 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 نتحدث كده في لبسها بتنصق الالوان هو بيحب الالوان قوي هو برج الحوت منظم جدا ومضيف قوي في نفسه هو مضيف جدا النظافة عنده وسواس قهر بس هقولك على القهم دي فالحوت بيحب تنصيق الالوان مع الجسم الحلو يعني مش مثلا جسمك يبقى عادي لا ده لازم يبقى جسمك حلو جدا وستات الحوت يحب الراجل اللي جسمه طويل عريض مفروض يعني وهو تلاقيه حتى بيهتم او التفاصيل وتلاقيه واخد باله من شكل ضوافر البنت وشكل الميكب بتاعها وبيحب السمبليسيتي بيحب البساطة بيحب الحاجة الراقية الالجينت الحوت محبش الالوان الصخبة راجل حت هس مهو يعيس سبت الطبيعية محطش ميكب كتير شعرها كده مفوش حركات كتير ومحبش الالوان كتير على فكرة هيحب التنصق الالوان بس الحاجات الهادية طيب بورجي الحوت من الابراج عايز ست شخصيات قوية على فكرة او بيحب شخصيات قوية سواء ست او راجل حوت عايزين حد يتحمل مسؤولية شخصيات قوية شخصيات قيادية هما بتشدوا للناس دي وفي نفس الوقت يبقوا احنينين مش شخصيات قوية بقى اللي هما يبقوا طاف كده وما بيعرفوش تصرفوا او يعني جمديا بالعكس هما بيحبوا الشخصيات الحنينة بس في نفس ذات الوقت شخصيات قوية شخصيات قيادية يعتمد عليها بتشيل مسؤولية وبيحب الناس اللي عندهم بكاء اجتماعي هو الحوت اصلا ما شاء الله عنده بكاء اجتماعي قوي جدا جدا هو عايز الناس اللي تبقى زيه عندها زكاء اجتماعي مشان تقدر تشده بورجي الحوت بيحب برضو الشخصيات النجحة بيحب الشخصيات اللي عندهم اللي عندهم سالف استين بيحب الحاجات التمينة يعني اي حاجة اللي هي علاقة بالحوت كريم فتحس دايما ان هو بيلبس حلو جدا دايما حتى لبسه تلاقيه براندات بيستخسر في نفسه فهو بيحب الشخصيات البخيلة ومبيحب الشخصيات اللي تلقى معها تلوص مستخسرة في نفسها بالعكس هو بيحب الناس اللي بتصرك كويس على لبسه وعلى شكله وعلى الستايل بتاعها دي باس بوينت عايز اقولها ان برج الحوت من اكتر 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 برج كريم كمان هو شخصية يعني كريمة جدا فبيحبش ناس البخيلة مبيحبش ناس اللي قالت الزوء مبيحبش هو بيحب الناس اللي حتى يعني لو انتي ست او راجل يحب ناس الزوء بيساعد الناس المحتاجة يعني انت لو مش زوء مع ناس زي الجرسان زي الناس اللي هما بيشتغلوا في السايس الحاجات دي فهمش هيحبك فهو بيحب الناس عندهم سنس كده عندهم هومانيتي سنس كده هو برج بيعشق مستعدة الافرين يعني هو بيستمتع ان حد يحتاجه هو يساعدوه فبالتاني بيحب الناس اللي معطاقة بيحب الناس اللي عندها عطاء بيحب الناس الكريمة اللي ما بتبخلش على حد بالمستعدة اللي ما بتخلش على حد بنصيحة يعني طول ما ايدك حاجة ممكن تقدر تقدمها وهو بيحب كده قوي 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 برج الحوت بيحب الست التقيلة او بيحب الحد الصعبة راجل صياد يعني هو مائم هو بيحب استاد يعني هو المتع عنده مش انه هو يستمتع بالحاجة هو المتع عنده في استياض الفريسة فبورج الحوت من الابراض اللي يحب الحاجة الصعبة اللي يتعب علشان يوصل لها دو افورت كده يعني يحس انه هو مش سهل يوصل لها عشان كده على فكرة راجل الحوت لو معجب واحدة مثلا وعرف ان فيه شخص تاني معجب بيها وفيه شخص تاني بيكراش عليها وفيه شخص تاني عايز لوصلها الست دي بمزباله بتارجت يعني ايه ده؟ فيه كمبيتشن فهو بيعشق التحدي بيعشق الكمبيتشن بيعشق الحاجات الصعبة فهو بحبش حاجة سهلة اللي هي جاية لوحدها لا هو عايز يبزل مجهود عايز يستعد عايز يحاول يوصل للشخص ده عايز شخصيات غمضة هو بحبش الشخصيات الواضحة قوي يعني هو بحبش الشخصيات المكشوفة الواضحة اللي بتكلم كتير بالعكس هو بيعشق الغموض عشان الغموض فيه شيء من الصعوبة فبالتالي حاجة صعبة او الحاجة الغمضة هتأفرقت برج الحوت جدا جدا هو بحب شخصيات النكحة بحب شخصيات الطموحة بحب شخصيات الذكية الحوت من الابراج يعني مع انه برج جمائي بس بحب الشخصيات الافعال بتاعتها تبقى اكتر يعني هب الشخصيات التنكة هو بحب مش التنكة اللي عارف امية نفسها الواثقة في نفسها لو حد مش واثق في نفسه سواء ان كان رجل امرأة عمره ما هيجزد برج الحوت بالعكس عايز حد عارف امية نفسه بس مش مغرور يعني الحوت مش شخصي مغرور خاص الحوت بيحب المغامرات بيحب الاكشن بيحب الحركة كتير يعني الحوت مش شخصي كسول على فكرة العكس هو بيحب الاكشن قوي بيحب المغامرات بتاعشق الدايفين بتاعشق اي حاجة فيها مغامرة بيعشق البحر بيحبو اللي عارف انتو اللي هو طبعا حوت عشان مائي فبيحب اي حاجة ليه علاقة البحر او الابراج المائية عادة زي السرطان وحوت وعارف دول بيعشقوا حاجة اسمها بحر بيعشقوا حاجة اسمها مغامرات البحر والالعاب المائية والحاجات دي جدا هو عايز حد يعني ايه مشاركوا الـ passion مشاركوا الـ action بتاع الحاجات دي مش عايز حد يبقى ابرطة كده اي حد ما بيعملش حاجة لا هو بيحب كده طيب بورج الحوت كمان من الابراج التي تعشق اه احنا قولنا قولي يا جماعة الكلام ده بيتطفق معيك ولا لا بيتطفق معيكو بنسبت كان في المية او تعملو او تعملو تاج لصحابكو اللي من بورج الحوت اللي شايفين الصفات دي بتنطبق عينيه انا عن نفسي كراشة بتحدى ان الصفات دي بتنطبق عينيه بورج الحوت بنسبة مليون في المية طيب بورج الحب يحب نظافة يحب الناس نظيفة منظمة كده يعني انت لو رحتك وحشة لو انت مش مهتم بنظافتك الشخصية وبنظافة الهاجين بتاعك اعرف ان بورج الحوت هيهرب منك جدا لان بورج الحوت بورج عنده وسواس قهري من النظافة يا جماعة احنا امي بورج الحوت ما بتتخانقش معي ومع اخواتي يعني شغلات في البيت غير على موضوع بقى الترتيب والنظافة ومين مش منظم ومين حط هدوم وفين ومين كلفة هدوم وحدا فهي بالدوناج الحاجات دي يعني اه فاضيع بالنسبة وميتة بالنسبة لكلفة فلازم تكون من شخص المنظمة بتهتمب نظافتك بتهتمب بلبسك بتهتمب الهاجين بتاعك برحتك يعني دي حاجة بقاتلة يعني لو راجل بورج الحوت اه تعامل مع واحدة ستة تشملها ريخة مش لطيفة اه انسوا ان هو يعرفها تانية هعملها بلوك اصلا فدي نقطة مهمة قوي قوي في التعامل مع برج الحوت برج الحوت كمان من الابراج هو كمان ايه تانيا روش ايه تانيا روشي ايه تانيا راسا كمان عن برج الحوت لو انت سمع اجابة برج الحوت وانت دخينة وانت مليانة عن جسمك مش ممشوق ومش مفروض ومش فردة ظهرت كده فعرفت عودي كويس هو بيحب الانوثة المتفجرة يعني الانثة بكل ما تحمله الانثة من معين سكر التاني هقوله لكم انا عشقة للسكر ده برج الحوت بيعشق لغة العيون يعني هو بيحب العيون قوي فبيحب العيون اللي تبصله بحب وهي مكسوبة كده يعني هو بيذهب لغة العيون وبيبدع فيها وبيحب لغة العيون فلو انت تحب حاجة من برج الحوت او معجبة بيه يعني you can communicate the message بتاعتك عن طريق عينكي هو بيعشق لغة العيون كمان برج الحوت بيحب البنت المدردحة كده الواقع يعني المخلصة كده ليه مش مثلا ايه يسيبها في البحر كده لا تعرف تقوم وتنقذ وتعمل هو بيحب الناس اللي بيجيبهم الاخر كده كمان برج الحوت بيحب الاخر كده كمان برج الحوت بيحب الاهتمام يعني انت لو بتحبه لازم تبينه الاهتمام اه thank you يا جماعة احبكو جدا 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 اتمنى ان الفيديو كن عجبكو